مسؤولة حملة أو مبادرة هدية في الخير مباشرة أسعد الله صباحك بكل الخير سوار يسعد صباحك وصباح المستمعين حبيبتي أهلا وسهلا يعني دائما أبدا إن شاء الله تكون صباحاتك خير وتكون مبادراتكم خير فبدنا تحكي لنا شو يعني هدية هدية الخير أو هدية في الخير هو يسعد صباحك أول إشي صباح المستمعين شكرا على الاستيضافة مبدئيا إحنا عنا جروب خيري هو اسمه هدية في الخير جروب مجموعة على الفيسبوك كده نعملها انضمام بلشنا فيها منقدر نقول من أول لألفين وعشرين أنا وصبايا معي كانت بدايتنا أول فكرة عنا إنه إحنا كلنا بيكون عنا في البيت أشياء زيادة عن احتياجنا هي أشياء بحالة منيحة بيقدر حدا تاني يستفيد منها إحنا بنقدر نهديها لحدا بيكون بحاجتها نعم يعني سواء إطعم ملابس سواء إطعم مطبخ حدا فينا بدو يغير الكنب حدا فينا عنده غستالة زيادة بس الأشياء اللي زيادة اللي هننا مش هي أشياء تالفي إحنا بدنا نتخلص منها لا هي أشياء حدا تاني بيقدر إنه يستفيد منها يعني قادرين على استخدامها والاستفادة منها أيها صحيح فبلشنا ننشر الأشياء اللي الناس بتتواصل معنا فيها إنه حابي إنها تتبرع فيها حدا بيعمل خزانته حدا بيعمل صيفي شتبي فصار عنا بشكل شبه يومي تبرعات لناس من أشخاص عندهم أشياء حابين يتبرعوا فيها بيقولك إنه في غيري ممكن يستفيد منها حتى لو هاي الإطعة أنا بحبها وبستخدمها بس أنا بقدر أستغني عنها وغيري ممكن تكون احتياج أساسي بالنسبة له حرفيا وصلنا لمرحلة إنه في ناس عن جد بحاجة لإطعة ملابس تلبسها يعني أطفال إذا إحنا ما قدرنا نأمن لهم مثلا في الشتاء ملابس الشتاء أو في الصيف ملابس الصيف رح يكون عندهم نقص حقيقي مش إنه والله ما عندهم غيار لا في أطفال حرفيا ما عندهم إشي يلبسوا والجميل إنه يعني تكون هذه الأشياء المتبرع فيها زي ما حكينا إحنا تكون صالحة للاستخدام وقد ديش بعزز مفهوم الإيثار يا سوار في هذه المبادرة يعني أنت ذكرت كلمة إنه حتى لو الإشي إحنا بنحبه وإحنا بنحب نستخدمه ولكن إذا كنا قادرين بالفعل عن الاستغناء عنه فما في أي مشكلة في هذا الموضوع وبالتالي هذا بعزز إنه إحنا نؤثر الآخرين على أنفسنا يعني وبالتالي برجع عملية الترابط المجتمعي أكيد طبعا يعني المبادرة هاي إحنا جامعينها في كل إشي إنه الإشي ديني من جهة الإشي إنساني من جهة الإشي أنا يعني بيقربني من جاري بيقربني من ابن بلدي طول ما أنا قادري أساعد لو بأشياء كتير بسيطة يعني قبل كانت لحد اللي بعد يتبرع إنه والله ياريت بقدر أساعد أكتر كل اللي عندي أواعي لأ الأواعي عن جد بيعملوا فرق أغراض المطبخ لزيادة اللي عندي عن جد بيعملوا فرق أي تبرع بسيط والله يعني بعدين إحنا الحمد لله بطورنا صاري وصلنا تبرعات في مصاري في طروض غذائية حرفيا بيوصلني تبرعات بمصاري يعني في سكة تبعاتي بتقولي والله أنا وضعي على قدي بس حاب بأساعد هاي المناشدة بعشرين شكل خيالي أدي الإشي بسيط أدي المبلغ هو حرفيا بسيط كتير لكن حرفيا بيعمل فرق فرق للحد اللي بيقدمه إن صح أنا مش مقدرت لكن أنا عن جد حابب أساعد هاي العالي وضيحة أسوأ من وضعي لو المبلغ بسيط أنا بقدر أساعدها وقدي العشرين والعشرة والخمسة لما يتجمعوا بيعملوا فرق العالي مستورة صحيح مية في المية وكلام سليم وبصراحة وهذا بيخلق شعور بالسعادة مش بس عند الناس اللي تتلقى المساعدة كمان عند الناس اللي تساعد صحيح صحيح هذا أجمل شعور إنك تعطي وإنك إمتى تسعد ناس آخرين وتكون سبب في سعادتهم وعن جد عن جد الناس اللي ما عاشت هذا الشعور فهي عن جد ناس محرومة رايح عليها كثير عن جد صحيح صحيح مية في المية يعني أنا بتتخيليش ساعاتي لو مثلا نكون شغالين على مناشد العالي وضيحها صعب ويتم التسليم مثلا الحمد لله إحنا مع الوقت إحنا قلت لك بلشنا بالأول لـ 2020 هلا إحنا 2024 كثير التبرعات انتقلت من مكان لمكان الحمد لله فترات العيد من يشتغل فترات رمضاني من يشتغل والوضع هذا الصعب اللي إحنا فيه مخلي شغلنا حرفيا 24 على 24 العيال المستورة زادت الوضع الصعب اللي إحنا منمر فيه التبرر اللي بيشتغلوا في كل مكان والمال الداخل اللي كانوا من فترة هم ناس بيدعمونا وبتبرعوا معنا هلأ صاروا من العيال المستورة ففاهمي كيف أدي يعني العيال هاي إحنا بحاجة هلأ نطلع عليها في يعني عيال بيكونوا أيتام عيال بيكون عندهم مرض أو هيك هذول إحنا دائما نسعى إنه إحنا نساعدهم بس الوضع هذا خلقه عنا في المجتمع عيال المستورة زيادة عيال تضررت بسبب الوضع هذا صحيح صحيح يعني سوار هلعيب بتحسي صار زيادة علينا قدي إحنا الحريصين إنه إحنا نوصل ونساعد أكتر من حدثي أكتر من مكان في الظروف اللي إحنا هلأ منمر فيها طيب سوار إنتي حكيتي إنه في ناس تتفاعل وتتبرع لكن إذا بدي أسأل عن مساهمات المجتمع المحلي بمعنى مؤسسات تجار رجال الأعمال بتفاعلوا مع هاد المبادرة هدية في الخير الحمد لله بفترة العيد بما إنه إحنا هلأ نقبلين على عيد الأضحى إحنا منشتغل على تقديم ملابس عيد جديدة لأطفال أطفال أيتام أطفال عندهم وضع اجتماعي أهلهم منتصلين وزياد الحمد لله برجع بقولك إنه الوضع حادي اللي زاد إنه نسبة العيال المسطورة زادت العيد المضى قدرنا نأمل في الضبط خمسمية وستين لبسي تعيد كانت تبرعاتها مشكلة في كتير محلات يتواصلوا معي إنه أنا ورما حابة أتبرع بعشر لبسي مشكلين العماري مشكلة وإحنا نتصرف فيهم في ناس عملت زي كوبونات كانت تروح على محلات يتقولهم أنا بدي أحضر مثلا خمس لبس عيد فالمحلات ما بتعطينا السعر اللي تبيعوا فيه يعني اللي بتنبع ستين أو سبعين صاحب المحلم لما يعرف إنه إحنا بنا ناخدها لطفل محتاج أو طفل يتيم أو تبرع لبس عيد طاروا يعملون لنا نسبة خصم في عيال بتقولك لا أنا بدي أسلمك مبلغ مالي وإنتي تصرفي فيه قسمي في الطريقة اللي أنت بتشوف فيها مناسبة فالإشي حرفيا صار مشاركي بكل حدا كل حدا شو بيقدر يقدم أنا عندي لبس جديد بتبرع فيها أنا صاحب محل بقولك ابعت لي كم عيلي أنا أسكرهم العيدي المضى آخر لبس عيد أمناهم كانت على الساعة 2.30 الصبح يعني ضليت أنا متبعة حرفيا 24 ساعة في الدقيقة الأربعين وصلتنا تقولي مناشدة إنه الثلاث أطفال بحاجة لبس عيد نشرت صاحب محل مباشرة حاكاني قالي أنا عنواني بشارع سفياني المحل الكلاني يبعثي حدا يسلم فالحمد لله بأطفال التفاصيل بتشوفي أنه الناس حابة تعمل خير حابة تساعد لو قد ما كان الإشي بسيط طب سوار يعني أنت بتحكي عن مشروع وعن مبادرة يعني عمره أربع سنوات وإن شاء الله الخير لقدام والديمومي بإذن الله لكن سؤالنا واستفسارنا سوار بصراحة فيما يتعلق والعمل وهذا المجهود هل أنت بتشتغلي لوحدك بتتفاعل معك؟ بحيح ما في أي مساعدة من زملاء زميلات أصدقاء صديقات ما فيه؟ صراحة اللي بلش في الجروب مش أنا يعني أنا مش اللي أسست الجروب أنا بلشت في الجروب كمتبرعة فترة الجروب نقطع عن العمالة وصلت مع الآدمين قالوا أنه ترى في جيب كل حدا يعني ظروف حياته بتكون غير الآدمين اللي أنشأوا الجروب انشغلوا بحياتهم فاستلمت أنا الجروب بأول الألفين وعشرين من الألفين وعشرين للألفين واربعة وعشرين صحيح أنا الآدمين هو المسؤول الوحيد جميل جدا عنوانكم للاتصال والتواصل معكم وهنا فيه إحنا رسالة بتوصلنا من متابعينا في الخارج من سيد أبو كرم بيقول ياريت يكون فيه نشر لحسابات العمل المجتمعي في السوشال ميديا في الفيس والإنستجرام للمتابعة وتعميم الاستفادة على الجميع وتكون حسابات نشطة كيف ممكن يتواصلوا معكم إذا حد حابب يكون مساعد أو يستفيد من هذه المبادرات؟ جميع المناشدات والتبرعات أنا بستقبلها وبنشرها على جروبنا الخير الجروب باسمه هدي في الغخير على صفحة الفيسبوك بينعمل انضمام للجروب أنا بعمل قبول للجروب فجميع المناشدات والتبرعات بتبلش تظهر جمالا إحنا منتمنى إن شاء الله دائما أبدا كل العطاء وسؤال أخير سوار هل المساعدات تذهب إلى الأسر في نابلس؟ يعني إذا حد تصل من خارج نابلس هل ممكن توصلوا مساعدة؟ أو إنتوا حاليا إعمالكم تشتغلوا في إطار نابلس فقط؟ الحمد لله بفترة رمضان برعاتنا لفت كل فلسطين حرفيا وصلنا مناشدات من رام الله وصلنا من بيت لحم وصلنا من الخليل وصلنا من قلقلي وصلنا من تول كريم والحمد لله كل المناشدات هاي قدرنا نسكرها لكن بصف آلية التوصيل كيف؟ يعني الحمد لله في شركات توصيل استلمت الطرود ووصلتهم مجانا لأنها عرفت إنها طرود خيرية في أعضاء من الجروب بتصدف أنك أنت بتنشري مناشد العالي من رام الله بتلاقي حضو أصلا من رام الله إحنا تمركزنا الصراحة بنابلس يعني الجروب إحنا 18 ألف عضو تقدر تقولي 90% منهم من نابلس قرى ومخيمات والمدينة نفسها لكن هذا في أعضاء تقدر إنها تساعد من المناطق اللي هي موجودة فيه اللي هي خارج نابلس نعم وبالتأكيد الاستفادة تكون معممة للجميع الله يجزيكم الخير سوار ويعطيكم الصحة والقوة والديمومة بإذنه تعالى لمبادرة هدية في الخير وخلينا دائما نكون مساهمين إن شاء الله ونكون من دوي الأياد البيضاء الممدودة للخير بمستلزمات حياتي يومية أنت مش بحاجتها أو بالأحرى بإمكانك أنك تستغني عنها ولكن على أمل أنها تكون صالحة للاستخدام ممتازة للاستخدام مش بس صالحة نقدر نفرح حدا فيها هاي الجزئية حدا يوصلها للنقصة وآخر إشي بدي أضيفه على السريع إنه أنا حاليا بسعى إنه إحنا نبطل جروب خيري شغالي إنه إحنا نصير جمعية خيرية يصير إلنا مقر الناس بتقدر تزورنا فيه التبرعات تقدر توصلني على المكان وأفرزها وأصورها وأتصرف فيها فأنا بدي أناشد من خلال هاي المقابلة ومن خلال أي حدا بسمعنا ياريت لو يقدر يتأملنا غرفة في مكان نشط في نابلس حدا يعني يكون سهل على الناس يجوا يستلموا منه أو يوصلوا لنا إلنه أو حدا يدلنا على مكان أجار وبسيط لو غرفة صغيرة نقدر نبلش فيها وهذا هدفنا الأساسي هلأ إنه إحنا نتحول لجمعية لمكان رسمي مش يجروب خيري إن شاء الله نتمنى إنه كمام تكبروا أكتر وأكتر وتنتشروا في مختلف أرجاء فلسطين وبالفعل يكون فيه لكم يعني مقر بيمثلكم في كل محافظة من محافظات الوطن سوار أبو غزال مسؤولة هدية في الخير مبادرة هدية في الخير شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الصباحية وعلى هذا النفس الإيجابي والطاقة الحلوة اللي بالفعل بتحكي إنه لسه الدنيا بخير وإن شاء الله فيه حتى في ظل هذه الظروف الصعبة لسه في ناس قادرة على العطاء ولو بشيء بسيط جدا شكرا لإلك سوارو بنكمل معكم في مشوارنا مستمعين الأعزاء في صباحاتنا والمزيد من الفقر